غيبة الطوسي والطبعة طبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 274 بسنده عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هذا هو الذي قلته لكم في العلامة التي على أساسها نميز أية مجموعة من المجموعات إذا كان لها من قائد يدعو إلى نفسه فهذه راية قل الأتباع أم كثر الراية مجموعة لها قائد يدعو إلى نفسه وعنده أتباع وأتباعه يدعون الناس إلى اتباعه ليس بالضرورة أن يكون المراد من هذا المصطلح بني هاشم أن يكونوا هاشميين فعلا ينتمون انتماء أسريا عشائريا انتماء الرحم إلى بني هاشم في أحاديثنا عبر عن الشيعة بآل محمد في أحاديثنا في أحاديثهم أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم عبر عن الشيعة بآل محمد فإذا عبر عن الشيعة بآل محمد يعبر عنهم أيضا ببني هاشم التعبير عن الشيعة بأهل محمد هو أكثر غرابة من التعبير عن الشيعة ببني هاشم لأن هذا العنوان بني هاشم عنوان قبائلي والقبائل ينتمي إليها من ينتمي إليها بمعاقدة مثلا بحلف وينسب إلى القبيلة بعد أن انتمى إليها وهو أساسا ليس منها لكن على أساس حلف على أساس معاقدة فينسب إلى تلك القبيلة أما عنوان آل محمد عنوان عقائدي فإطلاقه على الشيعة لا أقول إنه إطلاق غريب لكنني إذا أردت أن أقايسه بإطلاق بني هاشم على الشيعة أيضا فإن إطلاق آل محمد على الشيعة يكون أغرب هذه معارض كلامهم لا غرابة في الموضوع لا في إطلاق أهل محمد ولا في إطلاق بني هاشم وأنا أقول هذا الكلام على نحو الإحتمال وإلا فكل بلائنا من أصحاب العمائم السوداء كل بلائنا أصحاب العمائم البيضاء يأتون في أذيالهم كل بلائنا من أصحاب العمائم السوداء لا يخرج القائم ما هذا يقولون أك واحد لزملة شخص وأخذي ضربة اختلفوا في الشارع اثنين اختلفوا في الشارع هذه قضية حقيقية ليست نكتة ليس طريفة نعم هي طريفة واقعية اثنين بشارع اختلفوا على موضوع من الموضوعات وواحد ما يعرف الثاني مثل ما يختلف الناس في الأسواق في الدوائر الرسمية في أي مكان اثنين اختلفوا فواحد منهم مسك الثاني وضرب ضرب كاد أن يقتله فهذا المضروب أخذي صيح ادخيل جدك سيدنا قال له ولكن انت منين عرفتني آني السيد آني سيد منين عرفتني قال له من الدقاق مالتك من وليتك من هذا الدق مالتك عرفتك سيد ما كل بلائنا من أصحاب العمائم السوداء عندنا روايات من أن راية الإمام إذا ما ظهرت ستلعن يلعنها أهل الشرق وأهل الغرب لماذا؟ لما لقي الناس من أهل بيته وأنا لا أريد أن أجعل هذا العنوان محصورا بالهاشميين أيضا هذا العنوان أطلق في الروايات على الشيعة هم يقولون شيعتنا منا ونحن منهم منا ونحن منهم ينطبق عليهم عنوان آل محمد وينطبق عليهم عنوان أهل البيت سلمان منا أهل البيت فإذا ما ظهرت راية القائم لعنها أهل الشرق وأهل الغرب لماذا؟ لما لقي الناس من أهل بيته قطعا هذا العنوان ينطبق على الهاشميين أولا قبل الشيعة لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء ما هذا العنوان بحسب معارض كلامهم ينطبق على الهاشميين وعلى شيعة الهاشميين لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه قد تكون هذه الرواية ترتبط ارتباطا مباشرا برواية الكاف الشريف التي بين أيدينا ولترفع عن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي كل واحد يقول أنا صاحب الحق أنا الأعلى أنا الأعدال أنا الأفقه أنا 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 ما هذا هو واقع الشيعة على طول الخط منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ أن أسس الطوسي حوزته في النجاح وهذا الأمر نحن عايشناه في جيلنا وعايشته الأجيال التي قبلنا وستعايشه الأجيال التي بعدنا إن كان عصر الظهور بعيدا ليس قريبا في زماننا ولترفعن إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشرة من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه هذه العلامة تكون قريبة من وقت ظهور إمام زماننا تقولون ما الدليل على ذلك هذا التعبير لا يخرج القائم حتى هذا التعبير تكرر في الروايات التي تتحدث عن علامات تتحدث عن وقائع عن أحداث تكون قريبة من يوم ظهور إمام زماننا فهذا التعبير يشير بشكل واضح وواضح جدا على الأقل بالنسبة لي لكثرة تواصلي مع أحاديثهم ومع كلماتهم وهذا جزء من معارض قولهم لا يخرج القائم حتى هذا التعبير يشير إلى أن الواقعة هذه العلامة هذه تكون قريبة من يوم ظهور إمام زماننا لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه فحينما يكون الحال هكذا فإن الإضطراب والاختلاف والتنافر والتقاتل سيكون طبيعيا في الواقع الشيعي هناك رواية أخرى عن إمامنا المجتبة صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة نفسها تحدثنا عميرة بنت نفيل عن إمامنا الحسن المجتبة من أنها سمعت الحسن بن علي يقول لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويدفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك الإمام لا يقصد أن الخير في التباغض والتلاعن قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله لأنه يبدأ بقتل كذابي الشيعة هؤلاء لأنه يبدأ بقتل دجالي الشيعة حينئذ يستطيع الشيعة أن يعيشوا بسلام بعد أن يتخلصوا من هؤلاء الشياطين من هذه القاذورات الآن إذا ما تخيلنا أن مراجع الشيعة لا وجود لهم وأن وكلاء المراجع لا وجود لهم هناك أنحس ينقلون حديث أهل البيت في كل مدينة من المدن لا هم مراجع ولا هم وكلاء ولا هم زعماء ولا هم قادة والناس تدير أمورها فيما بينهم مشاكل الشيعة المجتمعية من من الذي يقدم الحلول لها الأعراف العشائرية وشيخ العشائر هم الذين يقومون بهذا حكومة المرجعية في بغداد حكومة عباسية عاجزة فاشلة الناس حينما يراجعون مخافر الشرطة مراكز الشرطة مسؤول تلك المراكز هم يقدمون النصيحة للناس أن يذهبوا إلى عشائركم فإنكم لن تصلوا إلى نتيجة بمراجعتكم لنا أما المرجعية فهي أعجز المرجعية أعجز من أن تقوم بحل مشاكلها المراجع عاجزون وفاشلون في كل شيء هذه الصورة المقدسة عند الحمير من أتباعهم لا حقيقة لها هذه صورة خيالية في أذهان الدخيين من أتباعهم الحمير أتحدث عن البشر الحمير هم المراجع يصفون أتباعهم بهذه الأوصاف لست أنا القرآن يؤيد ذلك أحادث أهل البيت تؤيد ذلك الإمام الكاظم ماذا قال للمرجع الكبير في زمانه لعلي البطائن قال له يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير هذا الواقع موجود وما هو بغريب عانى الأئمة من هذا الواقع ولازال صحب الأمر يعاني من هذا الواقع بسبب شياطين حوزة النجث وكربلاء وبسبب أتباعهم الحمير أعيدوا أعيدوا الوثيقة الديخية رجاء ما لدي أجيب الأسوان واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم تقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلام أكبر خمسة قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاقا أغامي شميع كما تقول خلاقا أغامي شميع تبقوا لأبو كان حالك أصنو فقوش ديخ عربي فقوش ونص عبارته كنا وكلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسم عربي قال لا معلم إجمالية هذا واقع واقع الشيعة لا هذا واقع الشيعة هكذا يقول إمامنا الحسن السبت مثل ما تحدثنا عميرة بنت نفيل لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويدفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير عميرة بنت نفيل تقول للإمام المشتبى ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله يعني أن الأحداث هذه تقع في زمان قريب من زمان ظهور إمام زماننا لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه فهؤلاء هم الذين يقودون الواقع الشيعية إلى هذا الذي حدثنا عنه إمامنا الحسن المشتبى مر علينا في حلقات متقدمة ما قرأته عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها للمحدث البحراني عبد الله البحراني إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة عوالم المهدي الجزء الثالث صفحة 317 من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة إنها خطبة لأهل العراق بالدرجة الأولى وفي الكوفة في المناطق الشيعية بشكل خاص أيها الناس أيها الناس أيها الناس ألزموا الأرض من بعدي وإياكم وإياكم والشذاذة من آل محمد وإياكم والشذاذة من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء الشذاذ الذين شذوا عن بيعة الغدير شذوا عن منهج العترة هؤلاء هم هم أيها الناس أيها الناس ألزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد من الهاشميين أو من الشيعة فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لماذا لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي قطعاً هذا الكلام له مراتب هناك مرتبة ترتبط بالعمل العسكري الذين قادوا عملاً عسكرياً ومرتبة ترتبط بالعمل السياسي الذين قادوا عملاً سياسياً منذ بداية الغيبة الكبرى وحتى في زمان أعمتنا لكنني أتحدث في هذه الحلقات عن زمان الغيبة الكبرى وهناك مرتبة أخرى إنها مرتبة ادعاء الإمامة فهناك من ادعى الإمامة من الهاشميين أو من الشيعة من الخطابيين ومن المغيريين ومن غيرهم وهناك مرتبة للدعاء النيابة عن الإمام هناك من ادعى النيابة الخاصة حتى في زمان الغيبة الأولى في زمان وجود النواب الخاصين هناك من ادعى النيابة الخاصة وهناك من ادعى النيابة الخاصة وهناك من ادعى النيابة العامة زمان الغيبة الكبرى مراجع حوزة الطوسي ادعوا النيابة العامة وهم كذابون دجالون لا صلة لهم بصاحب الزمان وهم أجهل الناس بحديث صاحب الزمان وبحديث محمد وآل محمد الدليل كتب تفسيرهم الدليل رسائلهم العملية المخالفة لحديث محمد وآل محمد الدليل فضائياتهم الناصبية الدليل خطباء منابرهم الحمير كل أولئك يطلق عليهم هذا العنوان شذاذ لأنهم شذوا عن بيعة الغدير لم يلتزموا بميثاق بيعة الغدير ماذا قال صاحب الزمان لأكثر مراجع الشيعة في الرسالة الأولى للشيخ المفيد مذجنح كثير منكم وقبل هذه العبارة ماذا قال إمامنا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لأنهم شذوا عن الطريق مذجنح ماله وخرج عن الطريق شذ عن الطريق مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسح شذوا عن طريقي السلف الصالح جنح شذ خرجوا عن الطريق مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الخطاب موجه لمراجع الشيعة وليس إلى بقال الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلا يرون ما يحبون لماذا يا أمير المؤمنين لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وهذه المجموعة المراجع الإمام الحجة يقول عنهم من أنهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه وسلامه عليه وهو يحدثنا عن جده أمير المؤمنين الطبعة هي هي التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي إياكم والشذاذ من آل محمد إياكم إياكم وأصحاب الرأي لماذا يا أمير المؤمنين فإنهم أعداء السنن أعداء الحديث فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لا خبرة لهم بحديث العترة لا يحفظون الحديث ولا يفقهونه فماذا صنعوا فاتخذوا عباد الله خولا رجاء أعيد لنا الوثيقة الدخية ما لدي أجيب الأسماء واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوب إليه قال توصل اطمئنن تركبهم يعني باشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أتضر خمسة فإنه مستعجب مش درعب إليه تركب يعني خلاقه أغامي شنو كما تقول خلاقا أغامي شنو كما تقول أغامي كما تقول أغامي فقوش ديخ تعرفي فقوش والنص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عبارة قالت تركب كما تركب نعم وغاية ديخ لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة هؤلاء هؤلاء هم أصحاب الرأي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها هذا وصف ينطبق بالتمام والكمال على جميع مراجع النجاف من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء من المرجع الأعلى من السيستان إلى المرجع الأسفل هذا الوصف ينطبق على جميعهم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا حميرا ديخيين وما له دولا عند الشيعي هو مال صاحب الزمان وفي جيب المرجع يصبح مجهول المالك يتداولونه فيما بينهم أولادهم يتداولونه بناتهم أحفادهم حفيداتهم وكلاؤهم جلاوزتهم كل واحد بحسبه قفوا طويلا عند كلام أمير المؤمنين هذا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لا يحسنون قراءة حديث من الأحاديث فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا حميرا ديخيين وما له دولا حولوه إلى مجهول المالك فذلت لهم الرقاب وأطاعهم من؟ وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الزمان مثل ما قلت لكم هم يقولون نحن نوابه هم لا يتصرفون على أساس أنهم نواب يتصرفون على أساس أنهم الأول والآخر الظاهر والباطن والإمام لا وجود له لو كانوا يعتقدون بوجوده حقيقة ولو كان هذا المعنى ساكنا في عقولهم وقلوبهم هل يتجرؤون ويقولون عن أموال الإمام من أنها مجهولة المالك؟ والله لا يتجرؤوا لأنهم حينما يسألونهم عن أموال اليهود التي بقيت في العراق اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين إلى إسرائيل في الأربعينات والخمسينات اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل وبقيت أموالهم وبقيت بيوتهم حينما يسألونهم عن هذه الأموال يصدرون الفتاوى من أنه لا يجوز التصرف بهذه الأموال لماذا؟ لأن هذه الأموال لها مالك مع أنهم لا يعلمون أن هؤلاء اليهود هل هم أحياء؟ هل ماتوا؟ ليس هناك من مطالب بهذه الأموال أما أموال صاحب الزمان يحكمون عليها من أنها مجهولة المالك لو كانوا يعتقدون بوجوده ويعتقدون فعلا أنهم نواب لصاحب الزمان هذا المعنى موجود في عقولهم وقلوبهم يعيش معهم إذا كان الإنسان فعلا نائبا لصاحب الزمان هذا المعنى سيبقى ساكنا في قلبه وعقله وسيبقى مراقبا لحاله فإن الذي جعله نائبا يراقبه لو كانوا فعلا هكذا لما حكموا على أموال صاحب الزمان من أنها مجهولة المالك ولما أحصى أنخوئي بهذه الأموال أن تكون تحت سلطة أولاده إلى يوم القيامة ولما قسمت أموال الخوئي كما تقسم المواريث وهذا الحال هو هو عند سائر المراجع الذين سبقوا الخوئي والذين جاءوا بعد الخوئي فأين صاحب الزمان هؤلاء كذابون دجالون بالضبط كما يصفهم أمير المؤمنين فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب سلاطين هؤلاء طواغيت المرجعية سلطة طاغوتية دنيوية لكنها تلبس بلباس الدين أنتم لا تعرفون مدى الفساد بكل أشكاله في أجواء المرجعية عند المراجع أنفسهم وعند أولادهم وعند أحفادهم أنتم لا تعرفون ماذا يجري هناك ليس بالضرورة أن المرجع يشرب الخمر فهذه أمور هو تعود عليها منذ صغره هو يتنزه عنها لكن المعاصي لا تنحصر في شرب الخمر المعاصي أنواع كثيرة يكون شرب الخمر لا قيمة له في دائرة المعاصي إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل معاصي هؤلاء المراجع فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق وأشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الزمان وتمثلوا بالأئمة الصادقين هكذا يظهرون حالهم للناس وهم من الجهال والكفار والملاعين إنهم كفار ببيحة الغدير وجهال بحديث العترة تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها صدقوني حينما يسمعون الأحاديث التي أقرأها في برامج المراجع أنفسهم أنا لا أحدثكم عن أبناء المراجع أحدثكم عن المراجع الكبار أنفسهم يقولون من أين يأتي بهذه الأحاديث أخبياء يسمعونني أقرأها من الكافي والكافي في مكتباتهم لكنهم حمير لا قرأوا الكافي ولا يعرفون الكافي حمير صدقوني من الآخر والله هذا الكلام حقيقي حينما يسمعون الروايات والأحاديث في برامجي يقولون من أين يأتي بهذه الروايات وأنا أقرأها من الكافي هل تريدون استحماطا أكثر من هذا تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها ولذا فالأمير هكذا يقول لشيعته يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعداء حديثنا وهذا هو الذي يقومون به يمنعونكم أن تتعلموا حديث أئمتكم من قناة القمار فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا حميرا ديخيين وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهالي والكفار والملاعين فسئلوا عن ما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم ألا تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا ويبين مضامينها بعضها بعضا وبشكل واضح وأعتقد أنكم تجدون المعاني سلسة تجدون المعاني والجة إلى عقولكم وإلى قلوبكم من دون استئذان لأن الحديث حديثه لأن الكلام كلامه وقلوب الشيعة تميلوا إلى حديثهم دولا هؤلاء الشياطين الذين يقالوا لهم نواب صاحب الزمان لولا قطاع الطرق هؤلاء لوصلت أحاديث أهل البيت إليكم من خلالي ومن خلال غيري لكن قطاع الطرق هؤلاء هؤلاء الشياطين الذين تقدسونهم أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء هم الذين يحولون فيما بينكم وبين دينكم الحقيقي يقدمون لكم دين الأشاعرة والمعتزلة مذهب الطوسي ألا لعنة على مذهب الطوسي أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم وأقيمها حجة على رؤوسكم هذا كلام أمير المؤمنين يَا مَعْشَرَ شِيَعَتْنَا أصحاب الرأي يَا مَعْشَرَ شِيَعَتْنَا قراءة آيات القرآن وَلَا يُحْسِنُونَ من المواضع التي تخرج منها بحسب الطبيعة يَا مَعْشَرَ شِيَعَتْنَا وَالْمُنْتَحِلِينَ مَوَدَّتَنَا إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأِي فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنْ تَفَلَّتْ منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم هؤلاء أصحاب الرأي الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها وهم من الجهال جهال بهذه الأحاديث والكفار لأنهم نقضوا بيعة الغدير والملاعي فإذا كانوا جهالا بدين العترة ويقولون نحن علماء وهم ناقضون لبيعة الغدير ويدعون أنهم عليها فهؤلاء ملاعين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عن ما لا يعلمون سئلوا عن أمر ماذا تقول العترة عنه هم لا يعلمون ماذا تقول العترة هم يعلمون ماذا يقول الفخر الرازي ماذا تقول الأشاعرة يعلمون بهذا لكنهم لا يعلمون ماذا تقول العترة فسئلوا عن ما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين فأجابوا بإجابات تعارض محمدا وآل محمد وهذا هو وقع مراجع النجا وقد أثبت لكم هذه الحقيقة بمئات ومئات ومئات من الأدلة والوثائق والحقائق فعارضوا الدين بآرائهم هؤلاء هم أصحاب الرأي فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا شيعة معهم هذه هي الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي فهم يضحكون على الشيعة بجهلهم وغبائهم وبما عندهم من معلومات من الثقافة الناصبية القذرة ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة هؤلاء هم الشذاذ الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم وإياكم والشذاذ من آل محمد هؤلاء الذين حدثتكم عنهم قبل قليل هم الذين شذوا عن طريق محمد وآل محمد إنهم أصحاب الرأي إنهم أعداء السنن إنهم الذين تفلتت الأحاديث منهم أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها الذين اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا هؤلاء هم هم أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويستمر الإمام في حديثه هناك راية تخرج بالكوفة متى في زمن قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسان لأن الإمام يستمر في حديثه فيقول وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء ويبتل الله خير الخلق ويبتل الله خير الخلق من أولياء محمد وآل محمد حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد ويطول ذلك يطول ذلك البلاء حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد إلى أن يقول وإياكم والدجالين من ولد فاطمة إنهم الدجالون الذين قد يصلوا عددهم إلى سبعين الروايات هكذا أخبرتنا في الزمن القريب من زمان ظهور الحجة ابن الحسن هؤلاء دجالون بعضهم في السياسة وبعضهم في الإعلام وبعضهم في المرجعية وبعضهم في التجارة وبعضهم وبعضهم في كل مكان دجالون في جميع الاتجاهات وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني ليس مني نسبا وليس مني فكرا لربما ينطبق على دجال البصرة أحمد إسماعيل وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم إذا انطبقت هذه المضامين فإن الأحداث ستكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن بقرينة الدجالين وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم هذه المجموعة ستكون في زمان قريب من ظهور الحجة ابن الحسن ومن هنا سيكون معنى ويطول ذلك ويطول ذلك البلاء هذا طول نسبي فإن البلاء حتى لو كان قصيرا زمانا يكون طويلا من جهة التحمل ومن جهة المعايشة ومن جهة الاستشعار النفسي بالضبط كالمثال الذي ضربه أنشتاين حينما سألوه عن نظريته عن نسبية وعن نسبية الزمان فجاءهم بمثال تقريبي لأن الذين سألوه ما كانوا من أهل الاختصاص من عامة الناس قال نسبية الزمان مرة تجلس مع شخص كريه مزعج لدقائق فتراها زمانا طويلا ومرة تجلس يخاطب الرجال تجلس مع امرأة فاتنة جميلة تحبها وتعشقها وتشتاق اليها فتجلس معها ساعة وساعتين وترى ذلك قصيرا فنسبية الزمان نسبية بحسب تعامل الإنسان مع الزمان يكون البلاء طويلا لماذا لشدة الألم مثلما تكون فترة الانتظار في آخرها ثقيلة طويلة الدقائق الأخيرة في الانتظار تكون أطول من الشهور السابقة الطويلة القضية قضية نفسية والألم هو شعور نفسي فليس هناك من تناقض فيما بين أول الكلام وآخره وإياكم والدجالين من ولد فاطمة هؤلاء يكونون في زمان قريب من ظهور الحجة بن الحسن وهذه الراية الدجالية أيضا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية هذه ستكون في زمان قريب إنها من جملة مجموعة الدجالين من ولد فاطمة وتخرج جراية من ولد الحسين من ولد الحسين من ولد فاطمة إلى بقية التفاصيل التي وردت في هذه الكلمات الشريفة نأخذ الصورة الإجمالية من دون الدخول في التدقيقات فهذا يحتاج إلى وقت طويل كي أقف عند كل دقيقة من دقائقها وعند كل صغيرة من صغائرها هؤلاء هم أصحاب هذه أرايات المشتبهة التي قال عنها إمامنا الصادق لا يدرى أي من أي نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هذه رواية مهمة ومهمة جدا تتحدث عن مجموعات عسكرية إنها الميليشيات التي تتبع مراجع الشيعة إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وهي جزء من هذا الموضوع جزء من هذا الضلال أقرأ عليكم من غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة ميتين وثمانية وسبعين الحديث الثاني والأربعون عن يعقوب بن السراج قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه متى فرج شيعتكم إنه يسأل عن الفرج الأكبر متى فرج شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس إنه يتحدث عن ولد العباس في آخر الزمان لأن الرواية ستشير إلى السفياني وإلى اليماني إذا اختلف ولد العباس إنهم الذين في النجف وفي بغداد في زماننا كما يغلب على ذلك الظن ويغلب على ذلك الظن القوي إلى حد الأطمئنان فإن فإن الروايات تنطبق عليهم بشكل واضح وجلي جدا لا نستطيع أن نقطع بذلك بدرجة كاملة لكن إطمئنانا قويا يسري في قلب الإنسان وعقله حينما يتابع هذه الأحاديث ويتابع هذه الروايات وأنا ما قرأت عليكم إلا جزءا يسيرا منها بقية الأحاديث لو قرأناها بكل تفاصيلها فإن الأمر يتأكد ويتأكد ويتأكد يعقوب ابن السراج يقول قلت للصادق صلوات الله وسلامه عليه متى فرج شيعتكم فقال إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم يبقى سلطانهم ولكنه يكون ضعيفا ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع أنا لا أريد أن أفسر الرواية فيما يجري الآن بالضبط لكنني سأأخذ ما يجري الآن مثالا تقريبيا بعد الإختلاف الشيعي فإن الأكراد بدأوا يشترطون على الشيعة شروطا جديدة وكذلك السنة بعدما وحدتهم تركيا فإن السنة أخذوا يشترطون على الشيعة في الحكم شروطا جديدة ما كانوا يطمعون فيها إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصية يقال صيصة ويقال صيصية ويقال صيصية والمعنى واحد الصيصة والصيصية والصيصية هي شوكة الديك التي تكون في مؤخر رجله والصيصة أيضا هي قرن الحيوان قرون الثيران مثلا قرون الماعز قرون الكبش يقال صياصي البقر صياصي البقر قرونها فالصيصة والصيصية والصيصية هي الأسلحة ورفع كل ذي صيصية صيصية وظهر السفياني وأقبل اليماني هذه أحداث تقع في المستقبل وتحرك الحسني الحسني الحسيني هو الخراساني أنا لا أريد أن أدخل في هذا الاختلاف بين النسخ بين الأحاديث هل أن الخراسانية حسني هناك من يقول بهذا هل أن الخراسانية حسيني هناك من يقول بهذا أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل فهذا يحتاج إلى عرض للكثير من الأحاديث ويحتاج إلى وقت طويل وتحرك الحسني المراد الخراساني بقرينة السفياني واليماني لأن الروايات اختلفت في تشخيص الخراساني هل هو حسني هل هو حسيني والسبب هو التصحيف فكلمة الحسني والحسين فكلمة الحسني مقاربة لكلمة الحسيني فيكون تصحيفا من قبل النساخ لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع وظهر السفياني وأقبل اليماني وتحرك الحسني المراد الخراساني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله إلى آخر الرواية موطن الشاهد هنا من أن ولد العباس سيختلفون فيما بينه إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانه وها صار سلطانهم ضعيفا لم يسقط السلطان العباس سيسقطه ويقضي عليه الخراساني من جهة والسفياني من جهة أخرى إذا اختلف ولد العباس ووها سلطانهم وطمع فيهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها خلعت العرب أعنتها حدث الطراب في بلاد العرب حينما نقول العرب المعنى الأول الذي يتبادر من الحديث الجزيرة العربية السعودية اليمن عمان 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 دول الخليج هؤلاء هم العرب الذين سيخلعون أعنتهم إنها الإضطرابات الداخلية في هذه البلدان إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع وخلعت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصية وظهر السفياني وأقبل اليماني أقبل من جهة القبلة لأنه سيقبل من اليمن واليمن بالنسبة للعراق سيكون من جهة القبلة وأقبل اليماني مقبلا قادما من جهة القبلة من جهة اليمن وتحرك الحسني وهو الخراساني خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله إذن هذه الوقائع الحكم العباسي اختلاف العباسيين وهن سلطانهم طمع الآخرين فيهم ورفع كل ذي صيصية صيصية إنها الميليشيات ليس في العراق فقط في العراق في سوريا في لبنان في الأردن في السعودية في اليمن في كل مكان لكن الحديث بالدرجة الأولى عن العباسيين فهم منقسمون فيما بينهم وراياتهم متعددة وكل راية لها صيصيتها ورفع ورفع كل ذي صيصية صيصية ما هي رايات متعددة هكذا نقرأ في حديث إمامنا الصادق في الكاف الشريف ولترفع ولترفع اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم حاولت جهد إمكاني أن ألملم هذا الموضوع في هذه الحلقة لأنني لا أريد أن أطيل فيه كثيرا وإلا فهذه الروايات التي قرأتها عليكم بحاجة إلى شرح مفصل ليس كما شرحتها بنحو إجمالي وحاولت أن أختصر مطالبها بقدر ما أستطيع العديد من المطالب المهمة ما أشرت إليها إنني أحاول أن أجمل الكلام كي أختم حديثي في هذه الحلقة لأن تقل إلى مفردة جديدة في هذا الموضوع إلى عنوان جديد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وَلَتُكَفَّأُنَّ هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وَلَتُكَفَّأُنَّ كَمَا تُكَفَّأُ السَّفِينَةُ في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذه مجموعة تواجهها مجموعة الشيطان وَلَتُرْفَأَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشْتَبَهَةً لا يدرى أي من أي الشعارات متقاربة الأهداف المعلنة متقاربة الرسائل العملية هي يقال السستان أعلم ولكن حينما تأخذون رسالته العملية لن تجدوا فارقا فيما بينها وبين سائر الرسائل العملية الأخرى عقائدهم هي هي عقائد النواصب تفسيرهم للقرآن هو هو تفسير النواصب يتفقون جميعا على مدرسة الوائل إنها مدرسة الفكر الناصبي القذر ويصون خطباءهم أن يسيروا على هذا المنهج فضائياتهم على كثرتها برامجها تحمل نفس القذارة الناصبية حتى وإن اختلف المراجع فيما بينهم ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي رايات الأحزاب والميليشيات إما أن تكون تابعة بشكل مباشر لراية مرجع من المراجع على سبيل المثال حجد المرجعية ميليشيا تتبع بشكل مباشر راية السيستاني فحجد المرجعية ما هو براية قائمة بنفسها حجد المرجعية ميليشيا تتبع السيستاني إنها راية السيستاني والسيستاني أكبر هذه الرايات لأنه أكبر جهة تدعو إلى نفسها ولا علاقة لها بصحب الزمان مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وهم يعرفون أنفسهم السيستاني يعرف عن نفسه هذا وأولاده يعرفون عن أبيهم هذا ووكلاؤهم يعرفون عن مرجعهم هذا نعم الحمير الديخيون ضحكوا عليهم بالكرامات والمعجزات وإلى غير ذلك من الأكاذيب وهذا الحال هو هو مع بقية المراجع الآخر ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي المفضل يقول فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله كنية المفضل أبو عبد الله فقلت جعلت في ذاك يخاطب الإمام الصادق جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي رايات ضلال من أولها إلى آخرها قال وفي مجلسه كوة مدخل للشمس وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه هذه الشمس بين أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس يعني أن الجهة التي يتبين فيها ويتبين من خلالها أمرهم ما هي براية من الرايات فليس هناك من دعوة إلى زعامة ومن دعوة إلى قيادة مثل ما الحال في تلك الرايات المشتبهة فقال أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس هم يشرحون لنا هذه الحقيقة وفي الكافي الشريف نفسه في الجزء نفسه صفحة ميتين وسبعة الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من بسنده بسند الكليني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الباقر في طوايا هذا الحديث يقول لأبي خالد الكابلي والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار خذوا هذه القاعدة هذا هو القانون الذي نشرح به الرواية التي مرت علينا الإمام الباقر يقول لأبي خالد مقسما والله يا أبا خالد لنور الإمام وهنا استعمل أيضا لام التوكيد لنور الإمام قسم مع التوكيد والله يا أبا خالد لنور لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار إذن ابحثوا عن أصحاب هذه القلوب ابحثوا عنهم توسلوا بإمام زمانكم هو الذي سيرشدكم ابحثوا عن قلوب بهذه المواصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا قال للمفضل ابن عمر حين بكى أشار إلى الشمس فقال أبينة هذه يسأل المفضل المفضل يقول فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس كيف يكون أمرهم أبين من هذه الشمس هناك من يبينه من هم الذين يبينون أمرهم بهذه الطريقة بطريقة يكون يكون البيان فيها أبين من الشمس هؤلائهم الذين يصفهم إمامنا الباقر بهذا الوصف والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم حينما تكون قلوبهم بهذا الوصف هذا يعني أن الحكمة قد حلت في قلوبهم وهذا يعني أن الإمام قد ألقى بالتفسير في مسامعهم وهذا يعني أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما يكون ذلك من قبل إمام زمانهم هو الذي يفيض عليهم والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار حينئذ يتفجر البيان من حكمة القلوب على الألسنة نورا ووضوحا وبرهانا لكما يقبع القابعون الخرص هذا هو منطق العترة الطاهرة قلت لكم وأكررها ليس من المنطقي وليس من العقل وليس من الحكمة أن صاحب الزمان ينصب نوابا لا يحسنون لغة البلاد التي يكونون نوابا فيها لصاحب الزمان وحتى لو كانوا عربا لو كانوا عربا أنا لا أتحدث عن قومية أو عن شعب أو عن قبيلة بعينها التشيع فوق القوميات وفوق الجنسيات لكننا أبتلينا بمراجع غير عرب لا يحسنون العربية مع أن أصحاب الأئمة في زمان إمامنا الباقر والصادق كانت الأكثرية منهم ليسوا عربا لكنهم كانوا على فصاحة وبيان في أعلى الدرجات القضية لا ترتبط من أن فلانا عربي ومن أن فلانا ليس عربيا القضية لا تأخذ بهذا المنظار القضية ناظرة إلى فشل هؤلاء وإلى عجزهم وإلى جهلهم وإلى جهالتهم لا أتحدث هنا عن جنسية أو عن انتماء لبلد ما التشيع أعظم من الجنسيات التشيع أعظم من الأوطان التشيع أعظم من القوميات التشيع لإمام زماننا أعظم من الانتماء إلى العشائر والقبائل والأسر أنا لا أتحدث بهذا اللسان السخيف بلسان الانتماءات إلى بلد ما إلى قبيلة ما إلى قومية ما أنا أتحدث بلسان التشيع المهدوي هذا التشيع الذي يفترض في برنامجه أن يكون شاملا لكل الأرض من دون النظر إلى الانتماءات القومية أو الانتماءات الشعبية أو الانتماءات القبائلية والعشائرية على أي حال ليس من المنطقي أن صاحب الزمان ينصب نوابا على بلد من البلدان هم لا يحسنون لغة ذلك البلد وليس من المنطقي أن ينصب نوابا يتكلمون العربية وعلماء النواصب أفضل منهم منطقا وبيانا وحديثا وعلما وثقافة فكيف نقول من أن محمدا وآل محمد هم أعلم الخلائق فكيف ينصبون نوابا في العلم والبيان والفصاحة دون علماء النواصب كيف يكون ذلك النتيجة هؤلاء في النجف وكربلاء كذابون أكانوا من العرب أم من غير العرب أكانوا يحسنون العربية أم أنهم لا يحسنون العربية الذين لا يحسنون العربية ليس منطقيا أن صاحب الزمان ينصبهم نوابا على بلد على شعب هم لا يحسنون لغته والذين يحسنون العربية لأنهم من العربي فليس منطقيا أن صاحب الزمان ينصبهم نوابا وهم لا يحسنون الفصاحة والبلاغة ولا يحسنون البيانة الأدبية الرائع ولا يملكون علما ولا ثقافة بمستوى لا بد أن يكون أعلى وأعلى بكثير من مستوى علماء الوهابية وعلماء الأزهر لكن الواقع الموجودة على الأرض أن علماء الوهابية وأن علماء الأزهر أعلى منزلة وأعلى رتبة في البلاغة والفصاحة والثقافة والعلم الديني إذا أردنا أن نقايسهم بمراجع النجف ممن يحسنون اللغة العربية ليس منطقيا أن الإمام ينصب هؤلاء أو أنه ينصب أولئك الجميع كذابون دجالون سفلة لأنهم على منهج ناصبي هو منهج الطوسي هذه هي الحقيقة من الآخر وهؤلاء هم أصحاب الرايات المشتبهة أكانت الرواية التي قرأتها عليهم تنطبق عليهم فعلا أم أنها تنطبق على مجموعة في مستقبل الزمان لكنهم هم أصحاب رايات فكل واحد منهم يدعو إلى نفسه يتهارشون فيما بينهم على المرجعية تهارش الكلاب على الجياث يضللون الشيعة ويضحكون عليهم بغض النظر أن الرواية التي قرأتها عليكم تنطبق عليهم أم أنها لا تنطبق عليهم فربما تنطبق في زمان قادم من الأيام لكن المضمون هو هو يتحقق في واقع حوزة النجف وكربلاء أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة لديكم وقت الحلقة صار طويلا وطويلا جدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في عنوان جديد في مفردة جديدة من مفردات هذه الحلقات أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله